اشتركوا في القناة متى يجي هجوم العمالقة متى يجي تاكن تايتن انفجأة انصدمنا كذا نسينا خلال 9 شهور نسينا قديش انه العشرين دقيقة ديت مربي بالذات لما يكون الحلقة فيها طحن العشرين دقيقة تصير خمس دقائق حرفيا ثلاث دقائق طحن 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 اي 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 مدير اسبوع ثاني انتظر كيف كذا الحلقة عبارة عن تلطيم وتمطيط واخيرا سقطت العملاق الوحش اللي خلتنا نقول احيا يا زيك ايش هذا لاحظوا صوتي فيه ما في شي جديد الوجيه مريض ايش فيه جديد الوجيه اصلا كذا خلق مريضا 24 ساعة مزاكم حلق واجعان لوز خلكم معي يا عزائي الوجهات وعزيزات الوجيهات ويلا بينا نتكلم عن الحلقة الثانية من البارت الثاني للموسم الاخير من انيمي اتاك انتايتن جاهل والله بالجميع معكم الوجيه في حال انكم ما تعرفون ان هذه زياراتكم الاولى للقناة نورته والله يمنورين تركوا بالقناة لو ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيات انا نصلكم فيديوهاتي اول باول والاهم من هذا كله ايش رايكم بالتيشيرت الثاني اللي يوصلني من ايدو صح؟ نظرات القادمة اللي الله يطمننا عليها في اقرب فرصة انتو كمان يا جماعة تقدروا تطلبوا نفس هذا التيشيرت او البلوفر اللي شفته في الحلقة الاولى او غيرها من التشكيلات الجميلة جدا لاني من هجوم العمالقة عن طريق متجر ايدو اللي هما الراعي الرسمي لهذا الموسم كامل اه فايب راح تلقوا رابطهم في صندوق الوسط وضعتهم جدا نظيفة واسعارهم جدا ممتازة راح تصير اسعارهم افضل وافضل لو استخدمت عند عملية الشراء كوت وجيه اللي راح يظهر لكم هنا في الشاشة طيب يا جماعة الخير كل اللي اقدر اقولوا انه حلقة اليوم زي ما قلت لكم كان فيها تمطيط يعني للامانة ملهوش لازمة حرفيا يعني في اعداد كان مفروض ما تاخد ثواني كده لمحة بس وتخلص مطوها يلا نهرول في الدرج درقن 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 يلينا يلينا لحالها نظراتها يلا عم النظرات ايش فيه ايش فيه يلينا لوهله حسيت انه في عملاق جديد راح يظهر في عملاق سري ما حد يعرفه عند يلينا ايش ده ايش لا ايش ها كيف ننام كيف ننام الحين مين يقدر ننام بعد الصورة دي تقدر تنام انت بعد النظرات دي تبع يلينا لا بس فعلا يعني تحس انهم مخططين انه هنا الحلقة عند حدث معين وصار عندهم فراغات كثيرة كده في الحلقة ايش نسوي خلي الجماعة يجروا طولوا الجرية شوية ايه خلوا يلينا تطالع في آر من كده تخرش امه وتخرشنا معاه شوية ايه خلوا الجماعة يقعدوا يلفلف وكده ملوا احشوا الحلقة باي شيء لانه وصل للحدث النهاي وقفلوا الحلقة حرفيا هذا اللي صار انا الحمد لله انه اللي في يدي كانت مناديل انا مزكي مماسك مناديل ونتابع الحلقة تمام الحمد لله كانت مناديل لانه لما انتهت الحلقة على ذاك الحدث المهم اقسم لاني رميت المنديل بكل قوتي على الشاشة الحمد لله ما كان فينجال ولا كوب ولا مصيبة ولا كان انكسرت الشاشة ارمين يا جماعة يقول يا اخواني يا اعزائي يا حبايبي شوية ايمان ما يضر باراديس ماكلة راب ماكلة راب بوجود ايرن ولا بعدمه بحياته او موته وصح انه سوى فيني الهوائل ولطمني تلطيم صح انه جرح مكاسة وقال لها كلام يسمى البدن بس يا اخوان احنا لازم ايش نحط شوية ايمان او نتمسك في البسيط البسيط من الامل هذا لعله ايرن فعلا في صفنا وكل اللي سوى هذا مجرد مسرحية الجماعة اللي حوالينه شوف يا حبيبي احنا والله معاك صراحة في الموضوع بالذات جان قال شوفي حبيبي انا صراحة ما بغى ايرن يموت انا احتاجه في حياتي الرم هذا اصلا هو المعطي للحياتي معنا اذا مات انا ايش مني فائدة مافي خلاص خلون رح نساعد ايرن فيب اتفقوا الجميع على انه لازم يروحوا يساعدوا ايرن اين كانت خطته ولكن الاغلب كانوا يعني يبوا يساعدوا لانه لعله باقي فيه امل انه بالفعل راح يكون عنده خطة ثانية غير الخطة المعلنة هل كلامهم صحيح هل كلامهم غلط الى الان احنا اللي عرفناه من طريقة ردي لنا على موضوع انه ايش فيه ترى ايرن نزل الميدان يركض ونزل يضارب لانه هذا جزء من الخطة انه يقابل زيك اللي جاي من الجهة الاخرى من السور مع انه الحيوان ايرن كان بامكانه يمشي من تحت الارض ويطلع من خارج السور ويقابل زيك هناك ويسوي اللمسة حقتهم هذي ويفعلوا العملاق المؤسس من دون المشاكل دي اللي صارت بس لا احنا نتكلم عن ايرن عبيض فكر انا خوف انا ينزل هنا سوي جنجال مع اذا عملاق عربا عملاق فك انا عملاق راينا راينا راذا نالطم امو واخر شي لا حصلت اللمسة ولا فحلوا مؤسس ولا شفنا عمالق الدك خلاصة الكلام انه ارمن والشلة اللي معامي كاسا وكله ايش قالوا يا ابويا يلا قنا رح نساعد الحمار حقنا افضل من انه يقتلوه حمير ثانين برضه في حلقة اليوم يا جماعة الانيمي هذا والكاتب والقصة جالسة تثبت لنا كيف انه ايرن مرة مرة معاده سهل ماه مهو سهل ماهو سهل ترى مرة صير مرة قوي تتكلم عن عملاق فك وعملاق راينر وبيك والمدفعية تبع وما زال قاعد يقاوم وقاعد ومش مقاومة نايمة قاعد يستخدم قوة المطرق او قوة المهاجم وصراخات او يا صراخات او يا صراخات ايرن اللي اظن وصلت العالم كله مش بس بردايس فياب ايرن يا جماعة مرة مرة وصل الى مرحلة عالية جدا من القوة اوكي اكيد انه قوي يا وجيح عملاق مؤسس وعملاق مهاجم وعملاق فك في بطنه واكيد انه بيصير معضل مش معنات انه عندك عمالك او معنات انك قوي ايرن مرة تمكن منهم هذا اللي اقصده اسكت عيشة كامده لحظة وصول زيك للامانة كانت من اروع اللحظات تعرف كده لما تكون مرة ماك التراب ويجي كده نصر من الله وفتح قريب هذا اللي صارت زيك زيك كده ظهوره والله كان شعور مريح جدا انا كنت متوقع انه تحرياتي اللي صارت في الحلقة الاولى رح تتحقق وشكله ايرن بيعشي يكل فالك وبيروح يغلق الليلة ويلقم ولا شو ما ادريش كان بيصير كده جاء اشياء كثيرة صارت في بالي ولكن لحظة وصول زيك كانت بمثابة الانقاذ او طوق النجاح لإيرن غير انه انهى المعركة اللي كانت صايرة جوة السور تماما طيح الطائرات الطائرات كانت قاعدة تمسح كرامة ام الحي والميت نتفهم اعطاهم بالشي اللي هو مبدع فيه نتفهم بالحجار طيحهم تماما وهذا المشهد برضو اعاد لنا يعني فلاش باك كده من اللي صاير مع زيك انه ما في شي مهم اقتل الالديين ولا اقتل المارلي ولا اقتل اي شخص من هذا العالم او اقتل حتى القائد ايروين الموضوع ما في شي الموضوع انه عندي غاية والغاية تبرر الوسيلة اقتل اللي اقتل بريء كان ولا غير بريء مجريم كان ولا انسان ضعيف ايروين قدامي لازم احميه ولازم ننفذ خطتنا فيب زيك مرة عنده خط واضح ومسار جدا واضح لخطته عكس ايروين اللي الى الان ما زال عندنا شكوك في ايش ناوي يسوي هل راح ينفذ خطة زيك واللي هي خطة القتل الرحيم او راح يسوينا جرية ثانية وما حد داري ايش في راس ايروين الى الان طبعا وصول زيك في هذيك اللحظة خلى ارمن وميكاسة وجان وشلا انه اي هذا يجاب ام هنا مفروض ليفاي وين ليفاي اي هذا ما جاء من دون ليفاي وهانجي الا شكل انه قلبهم احب اقول لكم يا ترى قلبهم اعطاهم توعبوا الجماعة هنا انه ليفاي وهانجي قد يكون صار لهم شيء ولكن هذا الشيء ما اثر على خطتهم لانه زي ما قلت لكم روح نساعد ايرين لانه نحتاجوا حي لعن الله هذا الكلب نحتاجوا حي ما نبغا يموت صاح انهم اصيبوا بصدمة بنت 66 كلب لما شافوا زيك فوق السور زي ما قلت لكم ولكنه ما يشي التزموا بالخطة ويلا بينا ننقذ الشيخ ايرين طبعا بعد لحظة سقوط زيك وسقوط ايرين ايرين مرة منتهي حرفيا ما كان قاعد يعززلوا لزيك من فوق الجدار ولكن لحظة سقوط زيك تركت الموضوع في غبش غير واضح على الاطلاق يا جماعة زيك الان مرة وضعه سيء وواضح انه الطلق عدمته مظبوط بس ما قتلته لانه نجا من اشياء اكبر من كذا فغالبا هو جالس يتعالج بس في نفس الوقت حطوا في بالكم انه باقي قدام زيك صرخف وباقي قدام زيك احتمالية انه تجيه فزعة من مين الفزعة يا وجيه مش من ايرين لانه ايرين تقريبا ماك التراب برضو ولكن ربما تجيه فزعة من ارمن كون ارمن الان عنده قوة العملاق الضخم ومستعد انه يضحي ويساعد علشان ايرين وزيك يكونوا موجودين مع بعض فممكن ايش نشوفها العملاق الضخم يظهر في مرحلة ما ولكن ما ادري كيف بيكون ظهوره صراحة هل بيعرف يسيطر عليه ارمن ولا لا طيب ايرين حالته حالة زيك حالته حالة مين الحل الموجود مين الحل الباقي ما في اي عملاق باقي في صف هذول الاثنين الا ارمن رح يكون حل ممتاز جدا يا ارمن الاخر من الجزيرة يا جماعة فالكو وقابي ولكن خلونا نتكلم عن قابي اولا وعن حالتها النفسية الزبالة اللي وصلتها ترى الان قابي جالسة تمشي في مسار مشابه جدا للي قاعد يمشي او للي ميشي عليه راينر راينر كان مخدوع بباراديس كان مخدوع انهم شياطين انهم ما هم بشر انهم 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 واضطر انه ينفصم شخصيا علشان يقدر يعيش حياة طبيعية في باراديس ويرجع مارلي ويعيش حياة طبيعية ذانية لنزاعات الداخلية اللي خلته او قادته الى مرحلة قريبة من الانتحار فقابي حاليا قاعدت مر بشي مشابه انا كنت احسب انهم شياطين الناس اللي هنا طلعوا مساكين اطيب من مارلي اطيب من الديا اللي في مارلي ناس اكرموني وساعدوني واكلوني وشربوني وانا زويت فيهم كذا فقابي يا جماعة جالسة مر بصراع نفسي عجيب 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 جدا وزاد الطين بلى هذا لما جاء نايل وانقذ فالكو قال لهم ايش خذوا فالكو ما هو مكان مناسب للاطفال توكلوا على الله فزاد الطين بلى قالت ام بي انا ايش زويت قتلت ساشا ورط فالكو خليتي يشرب ادلاي ضميرها مارة قاعد يشقها شك فجاء فالكو كمان وقال لا يسمعي بيت تعالى انا احبك والله اموت في دين امك لا من جدا يعني بس انه على اساس انه ايش انا ميت ميت واحتمال اتحول العملاق في اي لحظة فخليني اقول اللي في قلبي عشان ما اندم الكلام ذاك قالوا فالكو علشان فعلا يخرج اللي في داخله لا اكثر ولكنه كان بمثابة دفعة معنوية كويسة لقابي وقالت اي اي انت تقول الكلام ذا الحين وتبغى تموت تصدقني ما راح تموت بعد ذا الكلام قم خروا عند زيك نحاول نقنعه نقول له اي فالكو هنا ترى شارب لا تصيح تكفى تعارف ولكن تذكروا انه زيك ترى ما همه اي غاية تبرر الوسيلة مرة متمسك بهذه المقولة جدا الغاية تبرر الوسيلة حرفيا هذه الكلمة قالها ميكافيلي في كتاب الامير الغاية تبرر الوسيلة اي ان كانت الغاية اللي بتسويها فانت مباح لك تستخدم كل الوسائل تقتل تفجر تكذب تخون تقدر تدمر اراضي تقتل قرائب واخوان واصدقاء الغاية تبرر الوسيلة فواضح انه زيك مرة مؤمن بهذه المقولة واضح انه كمان الكاتب اسياما ناويش يشرح هذه المقولة بطريقة الخاصة الغاية تبرر الوسيلة فما ادري هل راح يوصلون لو يقولوا اي لا تصرخ هذا لو قرر يصرخ طبعا ولا اصلا ممكن ما يصرخ ايش ممكن ما يصرخ يصرخ توقع بيصرخ بيصرخ كيف بيصرخ هل ممكن تشافه يصرخ ويخلق تشتيت في الوضع الحالي ذاك ويحاول يوصل لإرانه اللهي مش عارفين يا جناعة على الصراحة في فوضى في فوضى صايرة جوة بردايس ولكن خلونا نلخص يعني النقطة هذه انه فالكو وقابي واخو فالكو منطلقين باتجاه العملاق الوحش اللي هو زيك على أمل انهم يمنعوه من انه يصرخ وينقذون فالكو او ممكن حتى اذا ما قدروا ينقذوا ممكن يحاول يهربون بفالكو الى مسافات بعيدة بحيث يخرجوا من مدى الصرخة لو صرخ زيك طيب يا جماعة بالنسبة لترك ميكاسة لوشاح إرين ترى فيه تفسير مرة ضخم ويحمل فيه طياته الكثير من المعاني الوجودية والفلسفية ترى فعلا ترك ميكاسة لشال إرين او انها فكتوا من رقبتها من يوم كانت ادي كده من يوم انقذها إرين في بدايتها وهي طفلة الى اليوم هذا ميكاسة كانت طول الوقت حط الشال تبع إرين حوالين رقبتها وكلنا عارفين قديش ميكاسة مرة مرة تحب إرين فحكاية انها تشيل الشال وتستغنى عنه ترى هذا يفسر انه فيه مشاعر كثيرة اختلفت داخل ميكاسة او على الاقل اذا ما اختلفت فهي جالسة تحاول تخرج من كومة المشاعر الجياشة تجاه إرين لعلها يعني ايش ترضى بفكرة انها يب مايبي انا عبدا يمكن انا عبدا خليني بس اروح انقذه زي ما تجي تجي ولكن برضو خليني حاول طلع الحيوان ذا من قلبي وكخطوة اولى رمت الشال يا وجيه ترى شال احمر اغبر ادبر من يوم من عشرين سنة وهو في رقبته تلاقي ريحته الحين سيئة جدا ايش اللي يعبر عن الحب اذا انت يا عزيزي الوجيه عزيزتي الوجيه تشوفون انه الشال ذا اللي حوالين رقبت ميكاسة مجرد شال احب اقول لكم احيي عيب عليكم هذا تقريبا اغلى شي في حياة ميكاسة حرفيا حرفيا حلقة اليوم ما فيها حدث كثيرة ما في شي قابل للتحليل ولا للتوقع ولا لأي شي يعني ايش ممكن يصير غير اننا شوفنا الحرب في يعني اتعس واصعب صورة الحدث المهم المنتظر في الحلقة القادمة واللي نتمنى نلقاله اجابة وما تنتهي بجحفة لزي اللي صار اليوم ايرين وزيك هل راح يتم التواصل بينهم وتفعيل قوة العملاق المؤسس ومن ثم تفعيل قوة دك الارض ولا هل راح ايرين ينصع لخطة زيك وبالفعل يستخدم قوة العملاق المؤسس لتفعيل خطة القتل الرحيم وإيقاف العرق الالدي من التكاثر ولا بيكون في شي معحد قادر يتوقعه يعني احنا قاعدين نقول توقعات كده من الاشياء اللي بديهية كل واحد بيتوقعها غير كده هل راح يصرخ زيك ويحول اكثر من 300 شخص داخل باراديس بما فيهم فالكو الى عمالقة كنوع من التشتيت مثلا يعني نفترض انه مرة الوضع مرة صار زبالة ممكن زيك يصرخ ويخلي العمالقة ذول يخرجوا بشكل عشوائي ويصنع لنفسه ولي ايرين تشتيت بحيث يقدروا يفعلوا قوة العملاق المؤسس او هل راح يوصل فالكو وقابي واخوه واخو فالكو الى ايش اسمه ذا تفن زيك يقولولو اي مدير لا تصرخ داخلين على ذهم عليك خلينا نروح بعيد شوية كده بعدين نصرخ اذا انت مرة صامل فمدري برضو هذه الاجابة راح نحتاجها واتمنى انها تظهر في الحلقة الجاي اتمنى كده كفاعل كده كفاعل غير كده هل راح نشوف العملاق الضخم بواسطة ارمن ولا لا مشرط بشكل كامل يعني انا في بالي كده انه ممكن ارمن يتحول الى جزء كده بسيط من عملاق الضخم علشان يحمي زيك وايرين ممكن يعني زي ما سووها زمان بيرتولد وراينر فممكن يسويها ارمن هذا لو انه متمكن يعني من قوة العملاق الضخم بشكل كامل الى الان ولكن بحكم اننا ما شوفنا ارمن يعني يستخدم العملاق الضخم بشكل مستمر فما ندري هو في اي مستوى الحين من الامكانيات ومن القدرة على السيطرة على عملاق الضخم هل هو خلاص متمكن منه تماما ولا لست بس بوف Yaohoo يقعد يهبط فأتمنى فعلا انه ارمن يكون هو نقطة انقاذ زيك وايرين من الوضع السيء اللي هما فيه زيك منتهي ايرين تقريبا وضعه مرة منتهي بالذات بعد سقوط زيك فتقريبا حرفيا حاليا الحلقة الوحيدة اللي ممكن تنقذ زيك وايرين من الوضع التبني اللي هما فيه ارمن فيب اتمنى اننا نشوف ايش بيصير معهم إلى هنا جماعة نكونوا وصلنا نهاية الفيديو تحرياتكم وتوقعاتكم وتحليلاتكم اكتبوها في التعليقات خلوا حقينا المانغا يطقطقوا علينا شوية واضح انهم مرة متونسين علينا فاهمين الله يا اغي ذوي تحريات امبريات ويمكن قاعدين يطبلو لنا انا ما قرأ التعليقات بس يمكن حقينا المانغا يقولوا والله الوجيه جابها بالله جبتها في شي يجبته لو في شي يجبته بقى احس بفخر كبير لا تنسوا اشتراك في القناة يا جماعة لو ما كنتوا مشتركين وتفعيل جرس التنبيع لا تنسوا لكم فيديوهات اول باول ولا ها من هذا كله اذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك لانه مرة مهمة بيساعدني كثير ولا تنسوا برضو تشيكوا على متجر ايدو اللي جابوا لي التشيرت هذا والبلوفر القديم او البلوفر اللي صورت فيه الفيديو الاول وتستخدموا قدر خاص متبعي وجيه ويب ترى منتجاتهم مرة حلو اشيكوا على متجر انا بقىكم بس تاخذوا لفة على متجرهم لانه عندهم منتجات الهجومة العمالقة ومرة فخمة وغيرها برضو من المنتجات كم معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم